السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس سنوية التجارية والفندقية معدنا النهاردة حلقة جديدة من مادتنا مادة الحاسب الآلي إحنا في حلقتنا اللي فاتت خدنا شوية مقدمات عن برنامج الأكسز وقبل ما نبدأ طبعا قبل ما بدأنا في البرنامج قلنا شوية تعريفات ومقدمات نظرية عن قواعد البيانات وبعد كده بدأنا في البداية الفعلية لبرنامج الأكسز وهنستكمل بإذن الله النهاردة حلقتنا عن هنبدأ فيها عن جزء العلاقات وبعد كده الاستلامات وهنستكمل باقي البرنامج تعالوا نشوف مع بعض على الجهاز هناخد اين النهاردة عندنا النهاردة العلاقات رليشنشتز زي ما قلنا مفهوم العلاقات ما بين الجداول عبارة عن ايه إحنا ببساطة كده جدا إحنا عندنا لما يكون عندنا قاعدة بيانات كبيرة زي ما قلنا قاعدة بيانات وليكن لمؤسسة تعليمية أو مدرسة بنحتاج ننظم عشان نعمل قاعدة بيانات تكون كفائتها عالية لازم ننظم الكلام ده عن طريق تأسيم كل معلومات في حدة في صورة جداول يعني ايه يعني وليكن انا عندي المدرسة فيها هعمل جدول خاص بالمواد وجدول تاني خاص بالطلاب وجدول تالت خاص بالمعلمين يبقى كل جدول مختص بالجزء اللي هيخصه ومن هنا هنبدأ ننشئ العلاقات ما بين الجداول وبينها وبين بعض عشان اقدر اطلع البيانات عندي بسرعة واقدر اعمل اي تحليل جوه قاعدة البيانات بسهولة يبقى مفهوم العلاقات بين الجداول عندما يتم تقسيم جميع البيانات زي ما قلنا زاتة صلة في جدول منفصل فهيكون لدينا عدة جداول بتكون بينها وبين بعضها صلة رابطة من حيث الموضوع يعني كل حاجة اكيد في حاجة هتربطها في الجدول اللي جاب المقصود بربط البيانات هو إنشاء علاقة ارتباط بين جدولين او اكثر بيكون من نتيجها استخراج بيانات من كلاء الجدولين واظهرها في النمازج او التقارير او الاستعلمات يعني هنستخدم بعملية ربط البيانات ربط الجداول بينها وبين بعض في اقدر ان انا استخرج اي بيانات من اي جدول موجود واستخدمها وازهرها في النمازج او التاقارير او الاستعلمات زي ما هنعرف بعد اكịش وبتم الربط في الغالب بحقل المفتاح الاساسي اسمه primary key في الجدول الاول ويربطه مع حقل اخر في الجدول التاني بيسمى مفتاح اجنبي ال foreign key كما في العلاقة one to mini او على حسب نوع العلاقة اللي هنشوفها مع بعض والمثال اللي احنا قلناه من شوية زي قاعدة البيانات اللي موجودة في المدرسة انا عايز اعمل جدول قاعدة بيانات يبقى طبيعي هعمل عملية تنظيمية في القاعدة يبقى هعمل جداول منفصلة وليكن زي ما انا قلت هعمل جدول خاص بالمواد وجدول خاص بالمعلمين وجدول خاص بالطلاب يبقى كل جدول خاص ببياناته هو فقط عشان اقدر احصل منه على اي معلومة انا محتاجها ببساطة من هنا اقدر طبعا انظم العملية دي عن طريق برنامج ال access زي ما بقولنا ان الجداول دي فيه صلة رابط ما بين كل جدول والتاني بيربط الجدول عن طريقه بعمل عملية العلاقة او ال relation طيب يبقى زي ما قلنا ان الجداول دي اذا نظرنا اليها هنجد ان هناك صلة ما بين المعلم والطالب وهناك صلة بين المواد والمعلمين ومن هنا بتنشأ العلاقة ما بين الجداول بعضها البعض نشوف على الجهاز المثال التوضيحي لقعدة بيانات للمدرسة قدامي الشكل التوضيحي ده المدرسين قدامه بيانات تخص مدرسين زي اسم المدرس رقم المدرس اسم المادة اللي بيديها وعندي جدول تاني خاص بالمواد بيشمل اسم المادة ورقم المادة وعلى الحصص بيانات خاصة بالمواد فقط اما الطلاب بيبقى بيانات خاصة بالطلاب فقط زي اسم الطالب ورقم الطالب والصف اللي فيه الطالب وبياناته رقم الهاتف يبقى العملية دي بتربطها بينها وبين بعض ببساطة كل جدول فيه صلة رابط في الجدول التاني زي ما هنعرف كمان نطبق الكلام ده بإذن الله في العملية قدامنا بقى زي ما قلنا ان الهدف من ربط الجداول اول حاجة بمنع تكرار البيانات طبيعي ان الجدول واحد مش هيسمح بتكرار اكتر من جدول عشان ان انا اقدر زي وليكن مثلا انا دخلت بيانات معلم حاجة ادخل بنفس البيانات تاني متقررة مش هيقبل معي البيانات لان هي بيانات مقررة يبقى من هنا الهدف ان انا بزيد كفاءة قاعدة البيانات عندي وبقدر كمان ما زودش من المساحة التخزين اللي عندي جوه القاعدة يبقى زي ما قلنا بمعنى انه عند ادخال معلومات معلم في جدول اندرسونيا بنع تكرار هذه البيانات في جدول اخر او معلم اخر طيب زي ما قلنا بطبيعي هتربط ما بين الجزء ده ان انا عملت ان انا هتلافع عندي كبر حجم قاعدة البيانات وبالتالي مساحة قاعدة البيانات عندي مش هتبقى كبيرة رفع كفاءة قاعدة البيانات زي ما قلنا ان انا لما باجي انظم عندي كل حاجة كل جدول وليكن انا عملت جدول للطلاب زي ما قلنا وجدول المعلمين وجدول المواد انا نظمت كل حاجة في جدول مختص بيه بيحتوي على البيانات اللي بتخصه فقط بالتالي انا عندي كل حاجة منظمة اقدر احصل منها على اي معلومة او بيان او استعلام او اي حاجة اقدر استخدمها جوه قاعدة البيانات ببساطة جدا من غير ما تكون قاعدة البيانات عندي فيها اي لغبطة زي ما قلنا فمثلا جدول الطلاب بلا يحتوي على اي بيانات الا عن الطلاب فقط زي ما قلنا والعكس طالعا جدول المعلمين هيحتوي على بيانات خاصة بالمعلمين وهكذا هو جدول المواد وبيعتبر وحدة مستقلة بنفسها من ضمن برضو المميزات ربط قاعدة البيانات الحد من حدوث اخطاء الادخال اللي ممكن تبقى موجودة معايا وانا شغال على قاعدة البيانات وسرعة وسهولة البحث عن اي بيان زي ما قلت طالما انا منظم البيانات عندي جوه قاعدة البيانات اقدر ابحث واستعلم عن اي بيان عندي ببساطة واستعرضنا سريعا قلنا ان في انواع العلاقات ما بين الجدول بتكاوم عيدة انواع زي العلاقة 1-1 واحد الى واحد او رأس برأس ليها اكتر من مسمى او العلاقة واحد الى متعدد رأس باطراف وان تو ميني والعلاقة الثالثة اللي هي علاقة متعدد الى متعدد اطراف باطراف ميني تو ميني دي انواع العلاقات وبتيجي كتير جدا في الامتحان هنمسككم مع بعض علاقة علاقة نعرف كل حاجة بتخص ايه اولا العلاقة رأس برأس وان تو وان وهي علاقة ليست شائعة نركز في كل حاجة موجودة لان النقط دي بتيجي في صحة وغلط كتير في الامتحان وبيقولي بعد كده ان العلاقة وان تو وان دي بتنشأ في حالة الرغبة في تقسيم الجداول التي تحتوي على العدد كبير من الحقول لانا عندي جداول فيها حقول كتيرة بابدأ هنا استخدمها وعشان اقدر كمان احافظ على سرية البيانات اللي موجودة جوه قاعدة البيانات والنوع اللي هو الموجود اللي احنا قلناه العلاقة وان تو وان بيكون كل السجل في الجدول الاول مرتبط بسجل واحد في الجدول الثاني والنقطة دي نركز فيها جدا عشان بتيجي كتير عشان نقدر نحلها صح يبقى علاقة وان تو وان او رأس برأس دي عبارة عن زي ما قلنا كل سجل في الجدول الاول لما يجي اربطه بالجدول الثاني هيكون مرتبط بسجل واحد فقط في الجدول الثاني وعشان أقدر أنشئ العلاقة اللي احنا قلناها اللي هي رأس برأس أو one to one بين جدولين مثلاً لابد من وجود مفتاح أساسي البرايماري كيف في كلا الجدولين وإن المثال اللي هو اللي أقدر أفهم من خلاله العملية دي المواطن العلاقة اللي ما بين المواطن وهي الرقم القومي طبيعي أن المواطن لرقم قومي واحد والرقم القومي بيبقى موجود لمواطن واحد فقط يبقى العكس وكذلك العلاقة ما بين الدولة والعاصمة الدولة الواحدة تحتوي على عاصمة واحدة والعكس برضو العاصمة الواحدة بتكون لدولة واحدة يبقى من هنا نقدر أن نكون فهمنا العلاقة اللي هي one to one أو رأس برأس ندخل على الجزء الثاني وهو العلاقة النوع الثاني من العلاقة العلاقة رأس بأطراف one to mini وهنا مديني بن قسين وهي بيقولي الأكثر شيوعا يعني إيه يعني العلاقة اللي هي رأس بأطراف one to mini دي بتكون أكثر استخدام أكثر عشان كده النقطة دي برضو بتجيلي في الامتحان يبقى لما يجي يقولي العلاقة one to mini هي ليست شائعة هقوله الإجابة خاطئة هي الأكثر شيوعا وتعريف العلاقة one to mini بيكون فيها كل سجل في الجدول الأول مرتبط بأكثر من سجل في الجدول الثاني نركز في النقطة دي بقى كل سجل واحد في الجدول الأول مرتبط بأكثر من سجل في الجدول الثاني عندي أما بيقولي هنا ولكن كل سجل في الجدول الثاني يرتبط بسجل واحد في الجدول الأول ومن هنا من اسمها one two mini ومدينا مثال زي العلاقة اللي موجودة عندي بين الطلاب والفصل فالفصل الواحد بيجلس في عدد كبير من الطلاب يعني طلبة كتير لكن العكس الطالب الواحد بيجلس في فصل واحد فقط يبقى هنا العلاقة one two mini يبقى العلاقة هنا one من جهة الفصل ومن جهة الطلاب mini العلاقة الثالثة وهي علاقة اطراف باطراف mini to mini ودي موجودة عندي زي العلاقة اللي موجودة ما بين جدول المعلمين وجدول الدورات التدريبية برضو هنفهمها ان كل معلم جوه المركز التعليمي هيقدر يدرس اكتر من دورة تدريبية ولكن برضو عندي ان الدورة التدريبية ممكن يدرسها اكتر من معلم يبقى هنا علاقة ما بين الجهة المعلم وجهة الدورة التدريبية هنا علاقة mini to mini بس هنا عندي بقى بيقولي هنستخدم في هذا النوع من العلاقات هنحتاج الى جدول تالت ويسمى جدول الربط وهنشوف الكلام ده بإذن الله في العملي لما نجي نطبق على الجهاز طيب نيجي النقطة اللي بعد كده اللي هي عندها لما اجي اشتغل بإذن الله في العملي لما اجي ابدأ في تنشيط اختيار التكامل المرجعي ابدأ عندي ممكن اطبق الخيارات الاتية عندي تفعيل توالي ارتباطات التحديث للعلاقة باختيار cascade update related field دي لو انا عايز يطبق لي اي تحديث اعمله جوه قاعدة البيانات على طول يحدث في باقي الجداول وتعني تحديث السجلات في الجداول تلقيا انت تغييره في احد الجداول اللي بقى لو غيرت في جدول جوه قاعدة البيانات طبيعي هيتغير معايا او هيعمل تحديث لقاعدة البيانات update قوة قاعدة البيانات والجزء اللي بعد كده وهو برضو تفعيل الحسف توالي ارتباطات الحسف للعلاقة نفس فكرة التحديث وهي cascade related field وبرضا يعني حسف السجلات في الجداول او الجداول المرتبطة يعني طبيعا لو حزفت السجل عندي في جدول الاول هيتحزف معايا في باقي الجداول هيعمل لي تحديث زي ما قلنا في الجزء اللي فات دير تحدث اي بيانات هيحدث هالي برضو ولو حزفت هنا هيحزف لي البيان الموجود يبقى النقطة دي مهمة جدا زي ما قلنا ان احنا عندنا زي ما قلنا ثلاث علاقات علاقة رأس برأس وهي one to one والعلاقة التانية one to mini رأس باطراف والعلاقة التالتة وهي اطراف باطراف mini to mini وهنعرف مع بعض نقدر نطبق الكلام ده باذن الله في العمل تعالوا نشوف التدريب اللي قدامنا على الجهاز عشان نقدر نفهم العملية التنظيمية للعلاقات واقدر ازاي لو جاء لي جزء زي كده اقدر احله في الامتحان ببساطة تعالوا نشوف مع بعض على الجهاز قدامي التدريب بيقول لي انشئ قعد البيانات لشركة تجارية بتحتوي على الجداول الاتية جدول الموظفون وجدول العملاء وجدول الطلبيات يبقى قدامي التدريب بيحتوي على ثلاث جداول جدول الموظفون والعملاء والطلبيات كل جدول قدامي على الجهاز بيحتوي على البيانات الاتية جدول الموظفون بيحتوي على كود الموظف واسم الموظف والمؤهل والراتب والتليفون والعنوان وكذلك جدول العملاء بيحتوي برضو على بياناته وجدول الطلبيات بتحتوي على بيانات خاصة بالطلبيات المطلوب إنشاء العلاقات بين الجداول كالتالي قدام الجدول بيوضح العلاقات اللي أنا هعملها العلاقة ما بين الموظف والطلبيات بالوصف بتاعها موظف بيكون بالعديد من الطلبيات ونوع العلاقة هنا من 1-2-ميني رأس بأطراف والعلاقة الثانية أعمل بطلبيات أعمل لي أكتر من طلبية برضو هنا النوع 1-2-ميني تعالي نشوف هنحل التدريب إزاي ده عشان نقدر نفهم العلاقات في صورتها العمل قدامي قاعدة البيانات اللي أنا كنت أعملها قبل كده في الحلقة الفاتت عندي هفتح الجداول اللي إحنا أنشأناها هاي الطلبيات والعملاء والموظفون قدامي كل جدول بيحتوي على السجلات الأتية قدامي أهو وعندي كود الموظف عامله مفتاح أساسي وعند العملاء وأهو الكود العميل معمول مفتاح أساسي وهي الطلبيات عندي الجدول اللي قدامي عاملوا برضو كود الطلبية عاملوا تلات جداول قدام حضراتكم شايفينهم هقدر أعملهم أعمل أنفذ ما بينهم العلاقات اللي عليها هاختار من تابويب داتا بيز تولز أدوات قاعد البيانات وأختار منها العلاقات وأختار منها برضو الأداء وهيظهر لي هنا هضغط كليك يمين وأخطر منها دي الجداول اللي الموجودة عندي بضغط عليها دابل كليك شمال ضغطين واربعات بيفتح معي الجدول وهقفلها قدامي التلات جداول بماياناتهم أهو الحقول هخلي جدول الطلبيات بينهم وبعد كده هاجي أسحب كود الموظف عند كود الموظف قدامي أهو هفعل خاصية التكامل المرجعي لو ضغط عليها هتفعل لي باقي اللي هتظهر معي باقي الجزء ده قلنا إن دي عشان يحدث لي أي بيانات أغيرها تلقى أياً واللي بعديها يحزف لي أي بيانات برضو أنا حزفتها من باقي الجداول بيقول لي هنا relationship type نوع العلاقة one to mini زي ما قلنا شفناها طيب الرسالة ظهرت لي هنا لما جيت أنشق قال لي في خطأ ليه؟ لأن الجداول اللي عندي مفتوحة لازم أتأكد ناقفل الجداول أهو كيك يمين وأقول له close فلت الجداول المفتوحة وبعد كده هعمل تاني نفس اللي عملته وهنجرب أهو هنشط الاختيارات اللي احنا قلناها من نظري ودو سكريت أهو جايب لي هنا one to mini وبرضو عنده كود العميل هسحب عند كود العميل وهفعل التكامل المرجعي والتحديث التلكائي والحسف التلكائي وأقول له locate وبرضو هنا جايب لي نوع العلاقة one to mini زي ما حضركم شايفين one to mini يبقى كده قدرنا نعمل العلاقات ونربط ما بين الجداول وبعضها البعض تعالوا نفتح الجداول تاني اهو لو ضغطت هلاقي علامة زائد اهو يبقى ربط لي الجدول ده بالجدول التاني وبلا كل بيان بالبيان اللي يخصوا لان انا عامل ربط ما بينهم يبقى هنا يأتي دور العلاقات وكون فهمنا العلاقات دي اهمية هاي اهو كل حاجة او كل بيان جوا البيانات اللي تخصوا عشان انا ربطهم ببعض طيب لو جيت عملت اي تعديل تعالوا نصغر الجزء اللي احنا عملناه وليكن قدامي هنا اه رقم عملته اتنين كود الموظف طيب اتنين متكرر فوق فبيقول لي هنا مش هينفع لان مش هيسمح عندي بالتكرار البيانات يبقى هقول له اوكي هيغير الرقم هيبقى رقم تاني مختلف عن القبلو مش متكرر لو جيت اكتب اه البيان اللي بعده وليكن عندي الاستجيل اللي ده ضغطت عليك الكيمين وقلت له delete record حزفته وهقول له yes تأكيد هاجي بعد كده عند جدول الموظفون اهو لو جيت فتحت ظهر لي تحت اهو deleted محزوف يبقى انا كده عرفت ان انا اي حاجة بحزفها من اي بيان طالما رابطهم مع بعض البيان ده هيسمع في باقي الجداول وهيقول لي انه محزوف هضغط كليكي مين واقفل الجداول اللي انا فتحها وبعد كده اقدر الغي العلاقة ببساطة جدا باضغط على خطه من الكيبورد هيتحزف معي واقفل الجداول واقدر اخفيه برضو زي ما انا ظهرتهم قبل كده يبقى ببساطة جدا دي كانت العلاقات اللي انا اقدر استخدمها ما بين الجداول وبينها وبين بعض ان شاء الله نكون فهمنا الجزء الخاص بالعلاقات تعالوا ننتقل الى كائن اخر من كائنات قواعد البيانات او عناصر قواعد البيانات وهو الاستعلامات الاستعلامات ده ببساطة عبارة عن ايه؟ عبارة عن تطبيق معايير بحس لو انا وليكن عايز عندي قاعدة بيانات فيها مجموعة من الموظفين من محافظات معينة وليكن عايز اطلع اعمل استعلام عن موظفين اللي هما من محافظة القاهرة فقط يبقى هيطلع لي الكلام ده وليكن عايز اعمل استعلام عن موظفين اللي هما رواتبهم فوق الخمس تلاف جنيه اقدر اطلع الكلام ده عن طريق الاستعلامات ببساطة جدا اي استعلام اقدر استعلم عنه جوه قاعد البيانات ببساطة جدا عن طريق حاجة اسمها الاستعلام تعالوا نشوف مع بعض الاستعلام هنبدأ فيه ازاي قدامي الاستعلمات الكويز عبارة عن تعريف بتاعها هو تطبيق معايير بحث محددة على بيانات في قاعدة البيانات ثم استعراض تلك السجلات التي تتطابق مع هذه المعايير يبقى زي ما قلنا انا بحط شرط الشرط ده بقوله اعرض لي الموظفين اللي هم من محافظة معينة يبقى هيطلع لي البيانات اللي انا حطتها في الشرط عندي والاستعلمات دي من الاهداف الرئيسية اللي بيتم من اجلها انشاء قاعدة البيانات يبقى كائن اعرف انه كائن مهم جدا يعني من مميزات قاعدة البيانات ان انا اقدر بلخص لي عندي اي بيانات واقدر اطلعها عندي واستخدمها ببساطة زي ما قلنا ان انا لو احتاجت اعمل اي تحليل بيانات هطلعها برضو من الاستعلمات نيجي بعد كده للاستخدامات المتعددة للاستعلمات اول حاجة منها بتعرض لي استجلات الجدول اللي بتنطبق عليها الشروط محددة اللي احنا قلناها من شوية اي شرط اقدر اضيفه او مجموعة شروط وبتعرض لي البيانات من جدول او عدة جداول كأنها في جدول واحد معروضة معايا من ضمن الاستخدامات برضو بتعملي عملية فرز للسجلات وبتعرضها في ترتيب محدد اللي انا حطته برضو في القاعدة وبقدر اعمل بعض العملية الحسابية على اي بيانات او تلخصها هنعرف الجزء ده في العمل باذن الله اجراء بعض العمليات في حاجة اسمها الحقل المحسوب اقدر اطلع نسبة وليكن انا عملت في جزء المرتب ضفت حافز وليكن 10% اقدر اضيفها على طول عن طريق عملية حسابية واضرب النسبة في المرتب وهيطلع لي النسبة وهكذا هنشوفه باذن الله في تدريب عملي هنفهمه اكتر اما عندي تسهيل الجزء اللي بعده وهو تسهيل عرض البيانات واضافتها برضو وقدر ببساطة جدا اعرض اي بيانات وقدر اعدلها او اضيف او احزف البيانات اللي موجودة عندي طيب نيجي لنقطة مهمة جدا عندي وهي انواع الاستعلامات وبتيجي برضو كتير في الامتحان اول نوع من الاستعلامات اسمه استعلام التحديد select query وده عندي الاستعلام ده هو الاستعلام الاكثر شيوعا وبيستخدم العرض البيانات من جدول او اكتر لتحليلها او تحديثها او اجراء حسابات باستخدام معايير محددة يبقى الاستعلام التحديد موجود عندي بيستخدم وهو اكثر شيوعا اما الاستعلام الجدولي ده بيستخدم لحساب واعادة بناء البيانات باستخدام رؤوس الاعمدة والصفوف للحصول على تحليل اسهل للبيانات حيث يستخدم في حساب المجموع او المتوسط وغيره وهو الاستعلام اللي احنا قلنا عليه الاستعلام الجدولي نيجي لتالت نوع من الاستعلامات وهو اسمه استعلام الوسائط بيعرض عند السهيل ومربع حوايا خاص بيطالب بمعلومات وسيطة تحلن محل شرط او اكثر يبقى نيعرف كل استعلام ايه هو تعريف الاستعلام اللي بعد كده وهو الاستعلام الاجرائي وده مهم برضو عندي بيجي في الامتحان وبيجي انواع متفرعة منه هنعرفهم مع بعض الاستعلام الاجرائي بيكون باجراء تعديلات على سجلات عديدة في عملية واحدة وموجود عندي اربع انواع من الاستعلامات تركز جدا فيهم بيتيجي برضو النقطة دي تتكرر كتير جدا في الامتحان وهي اا اول اا نوع من الاستعلامات الاجرائية الحسف واللي بعده التحديد والالحاق وانشاء جدول يبقى عندي اربع انواع من انواع الاستعلامات الاجرائية استعلام حسف واستعلام تحديد والحاق وانشاء جدول احنا عرفنا دلوقتي الاستعلامات ببساطة جدا وعرفنا ان هي اا اقدر استخدمها في ايه زي ما قلنا لو انا عايز اعمل اا اطبق معايير بحث او شروط معينة حطتها جوة قاعدة البيانات في جدول وبقول له استعرض لي البيانات اللي هتتطابق مع الشروط اللي انا وضعتها وطلعلي الناتج في صورته النهائية طيب قبل بقى ابدأ في استخدام او تنفيذ الاستعلام لازم مجموعة عندي من الشروط قبل ما ابدأ في استخدامها تعالوا نشوف مع بعض ايه هي المجموعة اللي انا هحطها قبل ما ابدأ في عملية الاستعلام قبل البدء في انشاء استعلام يجب التخطيط الجيد له يبقى لازم اكون زي ما قلنا في قاعدة البيانات من الاول خالص في اول حلقة ان احنا قبل ما حط قبل ما انشئ قاعدة البيانات لازم اكون مخطط كويس جدا لقاعدة البيانات وقبل ما ابدأ تنفيذها عملي برضو نفس الكلام في الاستعلام لازم اكون مخطط كويس جدا لقاعدة البيانات للاستعلام اللي انا هشتغل عليه والنقطة دي برضو بتكررت كتير في الامتحان نركز فيها كويس جدا ونقدر نفهمها ان شاء الله اول الحاجة طبيعي قبل استعلام لازم اعرف نوع الاستعلام اللي انا هستخدمه يبقى تحديد نوع الاستعلام بعد كده هحدد الجداول والاستعلامات المستخدمة في الانشاء هبدأ تحددها وبعد ما حددت الجداول والاستعلامات هبدأ في تحديد الحقول اللي انا هشتغل عليها في الاستعلام وبعد كده بحدد الحقول اللي مش هستخدمها برضو في الناتج مش عايزة تظهر في الناتج عندي. بعد كده ببدأ احدد نوع الفرز آآ هل هو تصعدي تنازلي وغيره. وعلى اي الحقول يطبق. وببدأ اطبق الشروط دي واحددها آآ حدد الشروط اللي بتطبق على الحقول واعرضها واشوف هنشوف كل نقطة بازن الله آآ ازاي بتطبق عندي وانا باستخدم الجزء ده في العملي. تعالوا نشوف مع بعض طرق انشاء الاستعلام. انا عايز انشئ استعلام ابدأ في اول خطوة منه. اول طريقة انشاء استعلام باستخدام معالج الاستعلامات البسيط. تعالوا نشوف. تدريب عليه. التدريب بيقول لي انشئ قعدة بيانات باسم الشركة المتحدة. ثم اصمم جدول باسم الموظفون. ثم ادخل البيانات التالية. وقدامي الجدول بيحتوي على البيانات كود الموظف واسم الموظف والمؤهل والمركب. المطلوب انشئ استعلام بسيط باستخدام معالج الاستعلامات استنادا لجدول الموظفين. من تبويب كريت اهو. انا عملت الجدول قدامي وهعمل بقى الاستعلام من كريت واخترت من المجموعة كويز. هاختار منها وهاقول له اوكي. وبعد كده هبدأ اختار اتأكد ان انا هستطيع اعمل استعلام من جدول الموظفون. والحكورة اللي موجودة اهو قدامي هبدأ اضفهم بالسهم ده. او اضفهم كلهم مرة واحدة بالسهمين دول او اضغهم بالسهمين الدول. وادوس نيكست. نيكست. وبعد كده هنا هحط عنوان للاستعلام. واوليكم استعلام الموظفون. وبعد كده هقول له انهاء زي ما حضركم شايفين الجدول اهو. والاستعلام اهو استعلام الموظفون موجود في النافكيشن بانيل او لوحة التنقل. ده الاستعلام اللي ظهر معي اهو ظهرهولي بال اللي انا حطيته ويبقى عملي الاستعلام. طيب احنا لسه ما ضفناش الشرط. احنا بنعرف بس طريقة استخدام او استعمال ازاي اقدر استعلم وانفزه عملي. تعالوا ننتقل بقى لجزئية مهمة جدا وهي الحقل المحسوب. ايه زي ما قلنا الحقل المحسوب ده؟ من اسمه كده حقل محسوب بعمل فيه عملية حسابية عشان اه اطلع منه اه جزء معين وليكن زي ما قلنا انا عندي جدول فيه بيانات موظفين بمرتباتهم. عايز اضيف لهم زيادة وليكن اه قدرها عشرة في المية. اقدر اعمل الكلام ده عن طريق الاستعلام واضيف وعمل عملية حسابية عشان يطلع عليه حقل تاني في النسبة الزيادة. تعالوا نشوف مع بعض على الجهاز ايه هو الحقل المحسوب. التدريب اللي قدامكو اه اول حاجة عندي اه عشان نشوف الحقل المحسوب ده. من التدريب اللي احنا قلناه اللي فات هنشتغل عليه. من التدريب السابق المطلوب اضافة حقل لحساب نسبة الحوافز. وهي عشرة في المية من المرتب. بيبقى هنا بيقول لي طلع لي نسبة الحوافز اللي موجودة في المرتب. وايه اللي النسبة اللي هستعدمها وهي عشرة في المية من المرتب. تعالوا نشوف على الجهاز. قدامي الاستعلام الموظفون هضغط عليك الكيمين واقول له ديزاين فيو. هجيب وضع عرض البيانات. او من هوم واختار الديزاين هنا. وبعد كده هاجي عند الحقل الاخير. الفاضي. واضغط كليكي مين واقول له بلد. بناء او انشاء. وهاجي هنا هقول له هو ايه اللي عشرة في المية المرتب. اضغط على المرتب. واضغط على النجمة اللي هي مضروب فيه. او اجيبها من هنا. عشرة في المية اهو نقطة عشرة. وبعد كده هضغط اوكي. وهضغط على رن التنفيذ عشان يننفذ العملية اللي عملتها. طلعلي فعام عمالي اضاف لي حقل جديد. قال لي نسبة زيادة كل موظف. طلعلي نسبة الزيادة بتاعته اللي هي العشرة في المية. موجودة في حقل تاني. وطلعلي بياناتها. يبقى ده اسمه الحقل المحسوب. زي ما قلنا قدرنا نطلع نسبة الحوافز. ببساطة. تعالوا نشوف بقى ازاي اقدر بعد ما طلعت اه الحقل اللي هو خاص بنسبة الحوافز. وطلعتها النسبة اللي عندي عشرة في المية. والنقطة دي برضو بتيجي كتير في الامتحان فنركز فيها. ازاي اقدر اه اسمي بقى الحقل اللي انا طلعته ده باسمه اللي انا عايزة استخدمه او هيظهر معي باسم نسبة الحوافز. تعالوا نشوف مع بعض هقدر اسميه ازاي. وعندي تغيير عنوان العمود الى نسبة الحوافز. قدامنا على الجهاز اهو الحقل اللي انا طلعته اهو. بضغط كليك يمين واقول له ديزاين فيو. وهاجي عند الحقل اللي انا كتبته اه عملته في الاخر واضغط كليك يمين. واجي عند اخر الحاجة اه بروبيريتس اللي هي خصائص. واجي عند اللي هي التسمية او الاصف. وهقول له سميلي الحقل ده باسم نسبة الحوافز. وهضغط على عشان ينفذ معي اللي طبقته. طلعلي فعلا الحقل اهو باسم نسبة الحوافز. كل حقل باسمه يبقى الحقل ده اللي احنا ضفناه عن طريق الاستعلام او الحقل المحسوب. تعالوا نشوف تدريب تاني برضو عندي اه من التدريب السابق المطلوب اضافة حقل باسم الاجمالي. لحساب اجمالي المرتب والحوافز. يبقى احنا عملنا حقل اه عندي كان عندي اه قاعة البيانات فيها الجدول اه في البيانات بتاع الموظفين والمرتبات بتاعتهم. وطلعت نسبة الحوافز اللي هي كل آآ موظف هيزيد قد ايه. عايز بقى اجمع اطلع عامل حقل اضافي عشان اجمع في المرتب زائد الحوافز اللي انا طلعتها من التدريب اللي فات. واجمعه مع بعض وطلع الاجمالي. عندي استلام الموظفين هادغط على كليك يمين واقول له دزاين فيو. وهاجي عند الحقل الجديد الفاضي وهضغط كليك يمين واقول له او انشاء يعني وهقول له المرتب. او عندي من لازم طبعا احفز اتأكد ان انا حافز الاستعامل اللي نعمله. نركز عشان التدريب ده بيجي في الامتحان كزا مرة. عندي اهو المرتب ضغط عليه دابل كليك. شمال ظهر معي المرتب زائد. اللي هو نسبة الحوافز اللي انا عملته. بجمعهم على بعض عشان اطلع الاجمالي وضغط اوكي. وهقول له ران طلعلي فعلا جمعلي اه المرتب زائد نسبة الحوافز طلعلي الاجمالي لكل موظف. طيب اه از عايز اشيل قلنا الصفر الموجودة دي اقدر اشيلها برضو اه لو جبت ديزاين فيو. وقدر اعدل في الديسيميل البلس اللي هي الكسور العشرية. واقول له صفر. واضغط على ران. شلي فعلا الصفار الزيادة اللي موجودة عندي وخليها لي ببياناتها الطبيعية. عايزة ازهر بقى اسم الحاكل هنا. كيك ييمين ودزاين فيو من على الاستعلام اللي نعمله. وبرضو من كابشن تسمية بنفس الطريقة اللي قلناها المرة اللي فاتت. في نسبة الحوافز. هقول له برضو هسميه بنسم الاجمالي. وهضغط على ران فعلا سميلي الحاكل باسم الاجمالي. يبقى انا طلعت عندي من المرتب. قدرت احسب نسبة الحوافز اللي هو كان قيل لي عليها في التدريب. وقال لي نسبة عشرة في المية طلع لي الحوافز بتاعتها. وبعد كده قل لي اه سميلي الحاكل باسم من فوق نسبة الحوافز. وبعد كده طلعت قدرت اجمع نسبة الحوافز على المرتب اللي موجود. وطلع لي الحاكل اللي هو اسمه الاجمالي. تعالوا نشوف مع بعض الجزء اللي بعد كده في حلقتنا النهاردة. ازاي بيتم اضافة شروط للاستعلام. انا عندي زي ما قلنا اه من ضمن الاستعلام. انا عملنا خلاص الحاكل المحسوب. عايز بقى اضيف شروط للاستعلام عشان اعرف اه اطبق اه اللي انا الشروط اللي انا احطها دي عشان تظهر لي في الاستعلام معي. طيب باستخدمها في ايه? وليكن انا عندي بيانات موظفين كتير جدا عايز اقلل او اعمل تصفية للبيانات. اه عشان تقدر تظهر معي واقدر استخلص منها البيانات اللي انا محتاجة. نشوف مع بعض هنطبق الجزء ده ازاي. من التدريب السابق. المطلوب استعلام او تصميم استعلام بيعرض الموظفين خريجي كلية تجارة. يبقى حطيلي الشرط هنا اللي هو من موظفين كلية تجارة. قدامي قاعدة البيانات اللي اللي موجودة فيها اكتر من مؤهل اهو. عايز اعملهم بس احط الشرط اللي هما من كلية تجارة دي كيبين اقول له وهاجي عند الكريتيريا دي مهمة جدا. الكريتيريا دي اللي هي المعيار او الشرط. هاجي عند المؤهل قدامي الكريتيريا. وهقول له علامة يساوي التجارة. وهتأكد ان انا كاتب الحروف صح. وهضغط على رن. عشان ينفذ فعلا طلع لي ان هما مؤهلتهم كلية تجارة فقط. بتفدني طبعا لو عندي جداول كبيرة جدا وبيانات كبيرة جدا في قاعدة البيانات. عندي اكتر من مجموعة موظفين كتيرة. يبقى طبعا احتاج اعمل لهم تصفي. تعالوا نشوف مع بعض اه برضو الجزء التاني اه اللي هو انشاء استعلام بطريقة التصميم. تاني طريقة وهي استعلام الكويري ديزاين. من كريت. جو من المجموعة كوي ديزاين. من الاداية كوي ديزاين. هضغط عليها. واقول له اضيف لي الجدول ده. موظفون. وبعد كده اقدر اضغط عليهم. دابل كليك. هيظهروا لي معايا تحت. واجي قدام الكريتيريا. عند آآ كود آآ عند اسم الموظف اهو. او المرتب تحت الجزء اللي انا عايز اعمل عليه استعلام. يبقى كريتيريا تحت المرتب واقول له يساوي اربعة تلاف. يبقى اعرض للموظفين اللي هم مرتباتهم او تساوي اربعة تلاف. طلع لي الموظف اهو باسم ايمان اباهيم وطلع لي البيانات بتاعته. ازاي بيتم حفظ الاستعلام? طبعا احنا عارفين من اكتر من طريقة اغلب برامج الاوفيس. بقول له على اداة من شريط الوصول السريعة. واقول له بالاسم اللي انا عايزه واقول له اوكي. اتحافظ معايا بالاسم كويري. طيب ازاي بيتم فتح استعلام سبق انشاءه. بنفس الفكرة برضو. انا عملت استعلام قبل كده. هاجي طبيعي قدامي هوا. باجي من لوحة التنقل. اهو. اضغط دابل كليك شمال فتح لي الاستعلام. واقدر افتح برضو بنفس الطريقة اي انصر او كائن موجود في لوحة التنقل. طيب ازاي بيتم طباعة الاستعلام. قدامي الاستعلام اهو استعلام الموظفين هافتحه. انضغط عليه. انضغطتين شمال. وبعد كده من فايل واقول له print. وهختار منه print. هيظهر لي لوحة الخصائص اقدر اعدل منها على النسخ والبيانات. وغيره واضغط على اوكي هيطبع لي منه النسخ. او من الكيبورد هضغط كنترول وحرف البي. هيفتح لي برضو نفس لوحة الشريط. طيب تعالوا نشوف بعد كده العنصر المهم جدا عندي بيستخدمه كتير. زي ما قلنا اه كائن اول كائن بيقابلني في قاعدة البيانات. وهو الجداول. وقلنا ده اساس بناء قاعدة البيانات. يعني مينفقش انشئ قاعدة البيانات من غير ما انشئ اي جدول. يبقى الحد الادنى من انشاء قاعدة البيانات لازم يكون عندي جدول واحد عندي في القاعدة. بعد ما اه خدنا اه قلنا الجداول قلنا بعد كده ان في حاجة اسمها الاستعلامات. وبعد كده قلنا موجود عندي حاجة اسمها النمازج. طيب النمازج عبارة عن تسجيل او اه فرمة محتوطة عندي اه عندي مصممة. بقدر ادخل عن طريقها البيانات. طيب ايه فايدتها? بتسهل لادخال البيانات وبتعرضها في تنصيق ممكن اقدر اطبع برضو موجود. طيب نشوف النموذج ده. وقلنا ان النمازج اه فرمز دي عبارة عن كائن من كائنات قواعد البيانات بتستخدم لتسجيل البيانات. يبقى اه عبارة عن احد كائنات قواعد اه البيانات. ايه بتستخدم لادخال البيانات او عرضها في قاعدة البيانات. ليها اكتر من طريقة. طرق انشاء النمازج. اول طريقة او اول حاجة اقدر انشئ منها النموذج. انشاء نموذج تلقائي او انشاء النماذج باستخدام المعالج. او انشاء نموذج منقسم. او انشاء النماذج باستخدام طريقة عرض التصميم. وهنعرف كل نوع ازاي باقدر اعمله واطبقه على الجهاز. اولا انشاء نموذج تلقائي. من اسمه تلقائي يبقى طبيعي هيبقى اسهل نوع واسهل طريقة اقدر اصمم بها النموذج. تعتبر من اسهل واسرع طرق انشاء النموذج. تعالوا نشوف تدريب عشان اقدر اطبق منه النوع ده. انشئ قاعدة بيانات ثم اقوم بتصميم جدول يحتوي على اربع حقول لادخال بيانات الموظف. ثم اقوم بانشاء نموذج تلقائي يستند للجدول الذي قمت بانشاؤه. قدام قاعدة البيانات اهي. من كريت وهاجي عن المجموعة فرمز وهقول له فرم. وهاجي عند كود الموظف اهو كل حاجة موجودة عملها لي في صورة نموذج. اقدر ادخل البيانات ببساطة واقدر اعدل عليها بنفس الطريقة في النموذج. طيب تاني طريقة وهي انشاء النموذج باستخدام المعالج. والطريقة دي بيعمل معي كأنه بينشي معي حوار الجهاز. بيقول لي بيسئلني اسئلة. طبقا الاسئلة دي هينشئ النموذج. طيب نشوفه على صور التدريب سريعا. وبيقول لي انشئ قاعد البيانات في المصمم جدول يحتوي على حقول الآتية كود الموظف. ثم اسم الموظف والمؤهل والمرتب. وبعد كده بيقول لي انشئ النموذج باستخدام المعالج لادخال البيانات. بس بازن الله حلقتنا خلصت. هنستكمل حل ايه التدريب الخاص بالجزء في النمازج في حلقتنا القادمة. نتركوا في رعاية الله وامنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.